إذن صفقة طيران عملاقة والصين لا يبدو أنها تقوم بصفقات إلا بصفقات كبيرة ومليارية وهذا الأمر كيف سيكون إنعكاسه لاحقا إذن مع هذه الصفقة الجديدة للصين أو الحكومة الصينية مع بوين كيف سينعكس لاحقا مع إيرباس أيضا إيرباس كان لها تواجد في الصين في الفترات الماضية بالنسبة للسعر الأولي لهذه الصفقة نحن نتحدث عن سعر أولي وقد يكون هذا يعني متروك أيضا للعديد من المساومات أو حتى الخصومات لكن تم الإعلان أن السعر الأولي هو 38 مليار دولار والذي سيكون على أساسه إذن عدد الطائرات التي يمكن أن تأخذها لخطوط الجوية الصينية سوف يكون بحدود 240 طائرة ولكن بالنسبة لشركات التأجير سوف تستحوذ على حدود 60 طائرة طبعا من هذا العقد يتضمن شراء 190 طائرة من طراز 737 ذات الممر الواحد وخمسين طائرة كبيرة أما 60 طائرة كما ذكرنا فهي للإيجار فيما يتعلق إذن بحجم سوق الطيران الصيني نحن نتحدث أيضا عن دولة ليس فقط هي الأكبر في عدد السكان أيضا لديها مساحات جغرافية شاسعة وحركة سكان وهناك أيضا الكثير من التطورات التي تلحق بالبناء التحتية وتحاول أن توسع الكثير من المطارات وتفتح مطارات جديدة في مدن لم تكن تدخلها المطارات من قبل هذا الأمر سوف يوسع كثيرا من حجم مطالبات الصين بأن تتزود بطائرات جديدة إذن تضعف حجم السوق الصيني من بثلاث مرات إذن السوق الداخلي الصيني في ثلاث مرات في حدود العشرين عاما إذن سوف نذهب من 2570 طائرة إلى 72110 طائرات إذن كما نرى هذه القفزة الكبيرة إذن سوف تكون أكبر سوق للطيران الداخلي في العالم طبعا خلال عام 2020 خلال عفوا عشرين عاما ماذا عن المنافسة الشديدة ما بين إيرباس وأيضا وبوينغ يبدو أن إيرباس سبقت بوينغ باعتبار أنك دائما ما تكون هناك خلافات أمريكية الصينية في التواجد في السوق الصينية لديها مصنع إذن للتجميع منذ العام 2008 لكن بوينغ مع هذه الزيارة زيارة الرئيس الصيني يبدو أنها تخطط لبناء شرك أو مصنع تجميع داخل الصين في خطوة هي الأولى لتواجد بوينغ داخل السوق الصينية إذن هذا على مستوى ملامح أو بعض الملامح البسيطة للصفقة لم يتم الإعلام بشكل مفصل أكثر عن هذه الصفقة ولكن كقيمة مبدئية هي ستكون بحدود الثمانية وثلاثين مليار دولار